اليوم راح نقرأ توقعات برج الثور العامل طبعا تشمل الصعيد العملي الصحيد الصحي والعائلي والعاطفي مع تركيز شوية على الصعيد العاطفي لان هو اكثر صعيد مهم عدكم وايضا الطاقة العامل هذا الشهر وطاقتك انت يا برج الثور الحالية قبل ما نبدي نقرأ التوقعات سووا لايك اذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة اذا شنتم مش تركين وتركوا لي اراءكم وبخانة التعليقات واذا حابين انو اسوي لكم فيديو معين اختر كارت قرأة اختر كارت او اختر حرف كتبولي بخانة التعليقات انا راح اقرأ ان شاء الله التعليقات واسوي لكم الفيديو اللي اكثر عدد يطلبه خلونا نبلش بتوقعات برج الثور نبلش بطاقتك العامة يا برج الثور طبعا طاقتك العامة هي طاقة برجك اساسا اشوف انو انت بالفترة الحالية عندك طاقة اعناد شوية اكو عناد مسيطرة عليك تماما طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فممكن تكون انت يعني السيناريو اللي راح اقرأ ممكن ينطبق عليك تكون انت اللي يمسوي بالشرك او ممكن يكون عكسي الشركة واللي يمسوي بيك انتو ادرا حبيت اقولكم هاي الملاحظة حتى لا تقولون انو القراءة عكسية وممكن الشركة يكون هو المعند عموما اشوف انو الطاقة العامة اليك يا برج الثور انت حاليا عندك طاقة تعناد كلش عالية انت معاند بالفترة الحالية وهي شخص ممكن يكون الشريك بالرغم من انو انو انت اشوف امراقبة على التواصل الاجتماعي ممكن يكون هو ايضا امراقبك بس على الاغلب انت اللي امراقب هذا الشخص حاليا على التواصل الاجتماعي بس انت معند ومصر انو انت متاخذ خطوة اتجاهه او حتى في حال هو اخذ خطوة اتجاهك انت ايضا رافض انو انت تبين لمشاعرك رغم انو انت امراقبة حاليا على التواصل الاجتماعي خطوة بخطوة ممكن من فيك اكاونت الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون شريكك العاطفي طبعا اشوف انه هو حاليا ايضا اكو طاقة مراقبة بيناتكم هو ايضا يريد يجي يتواصل وياك ياخذ خطوة تجاهك لكن هو متردد وخائف من الرفض اشوف انه انت عندك ممكن هذا الشخص اجحت شوياك سابقا ولكن انت رفضته هذا الشخص عنده نوعا ما خوف من انه هو يجي يعتذر منك وانت ترفض اعتذاره هذا الشخص طبعا من الماضي اكو بينك وبينه ذكريات هواية هذا الشخص حاليا يشتاق لك هواية ده يفكر بيك هواية وده يتذكر الذكريات الحلوة اللي كانت بينكم سابقا بالماضي بس نوعا ما اكو عنده تردد او تخوف انه هو يتخذ خطوة حاليا اتجاهك نفس الوقت اشوف انه انت ممكن تكون ايضا انت متخوف انه تنطي هذا الشخص فرصة ثانية لها سبب انت معاند ما معقول انت معاند بدون سبب اكيد هس حتينا الطاقة العامة خلونا حاليا نتحول الى القراءة على الصعيد العملي نبدأ بالصعيد العملي بعض الناس يكون عندهم مهم الصعيد العملي اشوف على الصعيد العملي امورك يا برج الثور خلال هاي الفترة او حتى الفترة اللي السابقة كانت متعرقلة اكو عندك احتياج مادي كبير ممكن اعمالك تكون متوقفة او ممكن بسبب الاوضاع اللي احنا دانور بها اشوف كان عندك فترة من الاحباط والتأخيرات واحتياج عاطفي اكو احتياج مادي فانت تشنت ماديا اوضاعك المادية غير مستقرة بالفترة السابقة الاسبوع الاول راح يبلش شوية الطاقة نفسها تستمر ولكن اشوف يعني خلال اول ثمانة ايام من هذا الشهر اكو اما مساعدة من شخص شخص راح يساعدك ماديا اذا تشنت منتظر مبلغ من المال فخلال اول ثمانة ايام من الشهر المبلغ راح يوصلك واكو عندك بشارة اكو عندك يعني شون تحرك على الصعيد المادي وخروج من حالة الاحتياج اللي انت تشنت بها ممكن انت بالفترة الحالية اه عندك احتياج مادي ونفس الوقت قاعد تحاول انه تحافظ على الاموال اللي يبيدك اه في سبيل تمشي امورك دا اشوف اكو عندك اوضاع صعبة جدا خاصة تشمل يعني الوضع المادي حاليا اشوف وضعك شوية صعب بس لا تقلق لانه دا شوف اكو مساعدة اكو ايد راح تنمدلك اكو ممكن مساعدة او خبر بشارة اذا تشنت منتظر عن عمل او شي ممكن العمل يبدأ يتحرك كمينة اذا تشان عملك متوقف حاليا فاكو بشارة على الصعيد المادية شوف الامور راح تبلش تتحرك ان شاء الله من بداية الاسبوع الثاني راح تبلش امورك المادية تتحسن اكثر واكثر لان عندك خروج من ازمة مادية شنت مار بيها سابقا ومسببت لك احباط على الصعيد الصحي اشوف انه عندك اهتمامات صحية ولكن ما اشوفها البرجتار نفسه ممكن يكون الشخص من عائلة برجتار ممكن يكون ابن اذا شنت انت متزوج ممكن يكون طفل عندك او ممكن الوالد او الوالدة الله يحفظهم الكم المهم ده اشوف اكو وضع صحي او اكو قلق شوية مترد انت عندك خوف وقلق على شخص وضع الصحي ممكن تعبان بالفترة الحالية عندك مراجعة ويال الطبيب الفترة الجاية راح تروح اكو زيارة الطبيب بس ما اشوفها البرجتار نفسه اشوفها الشخص من عائلته وطبعا زيارة راح تكون مطمئنة فالمخاوف اللي عندك حاول تقلل من عندها لانه اشوف هذا الشخص راح يتحسن اذا كان هو مريض وحتى اذا زرت الطبيب انت وهذا الشخص فما اكو شي خوف يعني الامور هنا رايحة انه تتحسن اكو شفاء اما بالنسبة للأوضاع العائلية اشوف من بعد فترة كانت عندك خلافات وجدل بالبيت ومشاكل او وهوس او كانت حتى تجرح بالكلام ممكن بسبب الوضع المادي اللي موجود عندك او حتى بسبب الاوضاع اللي دي نعيشه وبالنسبة للمتزوجين حتى اذا كانت اكو اخر فترة تباعد اه بينك وبين اه يعني شريك حياتك اقصد الناس المتزوجين هالسامة العاطفية اكو كانت مشاكل ممكن المشاكل تكون اه مادية بسبب الوضع المادي لان دا اشوف هنا انا طلعت لايضا ورقة المادة فالفترة الجاية الامور راح تستقر ماديا وايضا بالبيت اشوف حتى اللي كانت عندهم سابقة المشاكل او يعني ومشاكل نقول جدل اكو كلام جارح من الشريك قاعد دامني اثر عليك بس الفترة الجاية الامور راح تبلش تستقر وتهدأ احسن راح يصير شوي اكو ركود بالبيت والامور راح تبلش تتحرك بس تتحرك للافضل اما بالنسبة الطاقتك العام محاليا على الصعيد العاطفي يعني اشوف انو انت يا برج الثور خلال هاي الفترة عندك نوعا ما ملل البعض من عندكم طبعا هاي القراءة راح تشمل لي منفصلين صار لهم فترة لان هنا ايضا طلعت لي طاقة شخص من الماضي قاعد يحاول ان هو يرجع بحياتك مرة ثانية بس هو يعني حاليا واقف متردد قاعد يفكر ان هو يخطي هاي الخطوة مثل ما قلتلكم بهاي الاوراق ايضا هنا انا طلعنا ان هو متخوف يرجع وانت ترفضه فبالنسبة هاي القراءة حتكون للمنفصلين اولا هذا شخص رايد ان هو يجي ويصلح الامور وياك يخلي الامور تستقر بينكم دا يذكرك هوايا انت ام دا تذكر هوايا هذا شخص ولكن اللي قاعد اشوف انو هذا شخص يعني الانفصال اللي صار بينكم كان انفصال مؤلم هذا شخص علقك فترة طويلة شنت ما تعرف انت يعني العلاقة من راح توصل ببيناتكم انت حاولت سابقا هوايا انو انت تسيطر على الوضع تسيطر على نفسك تسيطر على مشاعرك او حتى انو تمشي العلاقة بصورة صحوية هذا الشخص او تحاول مثل ما نقول انو تخلي الامور تعديك يعني يقول اتفوت 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 في سبيل العلاقة ما تخرب رغم انو هذا الشخص كان كان مؤذيك هوايا كان بخليك دائما بحالة الدفاع للنفس دائما تحاول الدافع عن نفسك تحاول الدافع عن مشاعرك عن اهتمام او حتى عن العلاقة يعني كان بخليك بوضع دائما ووضع المحاربة والدفاع عن النفس علاقة جدا متعبة انت مريت بها علاقة سببت لك يعني هنا عشر سيوف بظهرك يعني هاي سوت الالام كلها بك هذا الشخص بعلاقته وياك ممكن يكون اه خانك ممكن يكون يعني كان تعامله وياك موزين ممكن ان كان حتى يجرحك بالكلام يقل من قيمتك يحاول دائما انو هو يحبطك علاقتك بهذا الشخص علاقة جدا متعبة لان اساسا هنانا طاقة العلاقة بينكم انت عندك طاقة الفور اف كابس بس مقلوبة وعندك طاقة التعب هذا الشخص كان جدا جدا متعب والعلاقة هاي متعبة لك فاشوف انو انت حاليا عندك طاقة ملل انت البعض من عندكم عنده احساس انو التعب اللي تعبه بهاي العلاقة الاشياء اللي يتحملها التضحيات اللي هو ضحاها كلها ما جابت نتيجة وما جابت لمقابل ما جابت لغير التعب رغم انه هو ضحه هوايا بالعلاقة وهو يحاول انو يخلي العلاقة هاي تستمر او تمشي او حتى انو يخلي الشريك يعني يتغير نقول بس انت وصلت المرحلة انو انت مليت وهذا الشخص علاقك فترة طويلة البعض منكم ممكن انت تطلب من هذا الشخص ان هو يرسم العلاقة صار لك فترة كلش طويلة بس هو يماطل يماطل بالموضوع يماطل 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 الحد ما انت وصلت مرحلة انو اكتفيت وتخليت عن الوضع رغم انو انت عندك تعلق حاليا بهذا الشخص هذا الشخص اشوف الطاقة ماته طاقة عدم نضوج عاطفي ممكن يكون هذا الشخص يعني جد ما هو بغض النظر عن العمر اذا ما كان بينكم فرق بالعمر بعض منكم هذا الشخص اكو فرق بينك وبينه بالعمر رغم انه هو ممكن اكبر منك بس هو طفل هو طاقة طاقة طفل يعني عدة تصرفات مالمراهقين وهذا اكثر شي كان متعبك بالعلاقة وياه انو هو تحس انه هو مقد المسئولية تحس انو هو يعني بعد مشاعره مناضجة كل يوم براي كل يوم يحكو اياك شكيل يوم يحبك يوم يقولك انا اتعبت منك انا كان ماردك يوم يمدحك يوم يدمك يعني انت يعني البعض معتكم هاي العلاقة كانت اون اوف فترة طويلة وهذا الشخص احس انه هو تصرف تصرف طفولي تصرف مراهقين ممكن يكون انه هو قفز قفزة خارج العلاقة اللي بينكم يعني دخل الطرف ثالث بحياته وانت واصلك هذا الخبر من واصلك هذا الخبر انت احس سجتني يعني انو تقول انا هذا التعب اللي متحمله كله فوق هذا كله هذا الشخص يروح يعيش نزوة او حتى يعني شون يخوني فلهنا وكافي اخذت قرار انو انت تقطع علاقتك بهذا الشخص تماما وتنفصل عنه وحاليا انت ما عندك ثقة بهذا الشخص هذا الشخص رغم انو هو ممكن يكون حاول يرجع يحكو اياك او هو الفترة الجاية هو مية بالمية راح يحاول يتواصل وياك بعد ما طلع الطرف الثالث اللي كان بينكم او حتى اللي دخل بينكم هذا الطرف و يريد يرجع لك مرة ثانية انت وهذا الشخص رغم انو انتو منفصلين انفصلتوا انتو هسا حاليا ما اشوفكم البعض منكم ما منفصل صار لفترة طويلة يعني بس اكو شي بينك وبين هذا الشخص بعد ما منتهي اكو درس هذا الشخص لازم يتعلم منك يلا العلاقة اللي بينكم تنتهي انتو الحد الان الصفحة اللي بيناتكم من غلقت بشكل تام لان انت قاعد تتواصل يا روحيا هو قاعد يتواصل ياك روحيا فانتو بعدكم الحد الان ده تتذكرون الذكريات الحلوة اللي كانت بينكم رغم انو انتو التواصل بينكم مقطوع وعايشين على المراقبة حاليا هو خايف انو يتقرب ويتواصل رغم ان هو ديفكر ويتواصل وراح يتواصل خلال اسبوع راح يرجع يتواصل ياك هذا الشخص مرة ثانية ولكن انت قاعد اشوف انو انت ما تصدق بهذا الشخص حاليا ماكو وتحس ان هو مو صادق وتحس ان هو طفل قتلك انت ده تحس انو تصرفاته مناضجة فالهي السبب انت ما تريد تنتفرصه انت تخليت عن هاي العلاقة من فترة انت تخليت عن هاي العلاقة رغم انو انت ممكن ما زال اكو تعلق بهذا الشخص عندك ولكن تخليت عنها هذا الشخص قاعد اشوفه حاليا هو راح يتواصل خلال اسبوع واحد رغم انو انت قاطع عليه التواصل وما اخذ قرار نهائي بس هذا الشخص كان منتظر صار لفترة الامور تهدئ او حتى منتظر متأمل انو انت راح تنسى الموضوع اللي صار وطلع الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم وحاليا بلش يخطط ان هو يرجع مرة ثانية يدخل بحياتك هذا الشخص انت راح يكون اكو بينك وبينك كلام اكل بعض من عندكم راح يكون صلح بس بتدخل الناس اللي راح يدخل شخص ثالث بينكم ويحاول يصلح الوضع ممكن يكون شخص من العائلة او ممكن يكون صديق مشترك راح يحاول ان هو يدخل ويحل الامور طبعا هاي ايضا تشمل المطلقين مو فقط الناس اللي يعني مرتبطين ومنفصلين لا اشوف اكو شخص راح يحاول انه يدخل ويصلح العلاقة ببيناتكم وراح يصير بينك وبين هذا الشخص مواجهه وكلامه حيصير عندك وضوح بهواية امور من بعد ما راح يصير كلامه ببيناتكم راح يصير عندك وضوح بسبب ظروف هذا الشخص صيناله وثاني طالع قدامي لبعض من عندكم العلاقة هايه كان بيها الطرف الثالث مو خيانه وانما شخص من العائلة من عائلة الشريك كان رافض العلاقة اللي بينكم او حتى ممكن رافض موضوع الزواج معارض وهذا الشي هو اللي خلاك تتعب هاي الفترة كلها لانه ده تحس انه الشريك امره مو بيده وده تحس انه ضعيف مو قوي ويقدر ياخذ القرار فالفترة جاية قاعد اشوف انه هذا الشخص اللي كان معارض من العائلة بالنسبة الناس اللي يطبق عليهم السيناريو اللي اهلهم ومعارضين كانوا العلاقة اللي بينهم اشوف اكو وضوح راح يصير بخصوص هذا الموضوع وراح تصير اكو موافقة او قبول خلال شهر واحد الامور راح تبلش تتحسن وحتكون اوضح اليك فبصورة عامة يا برج الثور كانت هاي توقعاتك العاطفية حاول انه تفكر بهدوء خلال هاي الفترة حاول انه تسمع هذا الشخص حتى اذا ما رجعت له لان هذا الشي راجع اليك طبعا انت ادره هو شنو اللي يسوا او يسامح او لا بس انت حاول انه تسمع هذا الشخص لانه انتو اكو شي بينكم ما منتهي بعده حتى هذا الدرس اللي انت لازم تنطيل هذا الشخص او ممكن حتى اللي انت تتعلمه لان قراءة ايضا عكسية حتى وطلعت بطاقة الشريك اكو شي بينكم ما منتهي اكو درس انتو اللي اثنين لازم تتعلموا من هاي العلاقة او ممكن انت تعلمه لهذا الشخص انتو لقائكم مصدفة فلازم تكون اكو مواجهة بيناتكم اخيرة واحتي بها اللي بقلبك ممكن ما انت معاند وبس تراقب وما تقدر تحتي اللي تريده احتي اللي بقلبك خليك صريح بيا هذا الشخص خلي صر عندك وضوح اكو امور انت الحد الان بعدك مواضحة ببالك يعني ما متأكد منها ما عارفها فاسمع من هذا الشخص مو شرط ترجع له طبعا هذا الشي راجع لك بس انا شوف انو انت تعبته هوايا بهاي العلاقة فحاول انو تسمع هذا الشخص بس اسمعه ولك يبقى القرار انت سواء ردت ترجع او لا بالنسبة للعزاب اشوف اكو شخص راح يدخل بحياتكم والفترة جاي رغم انو انتو عندكم احباط هذا الشخص اشوف احاتشو اياكم سابقا ولكن انتو رافضينه هذا شخص مرفوض سابقا هو مراقبكم على التواصل الاجتماعي هاي بالنسبة للناس اللي هما مو بعلاقة ومنفصلين صار لهم فترة وماكن رجوع يعني بينهم يصير فاشوف اكو شخص هو منتظر اشاره حاليا حتى يجي يدخل بحياتك يعبر لك عن مشاعره قلت لك هو متردد خلال اسبوع واحد هذا الشخص راح يدخل اليك يحكي وياك يعبر لك عن مشاعره ممكن بطريقة غير مباشرة ممكن يفوت كالسلمه والمر او شي ولكن هو جدا معجب بيك وصار لفترة طويلة هو منتظر ومراقب يريد يدخل يحكي وياك بس عنده مخاوف راح يدخل هذا الشخص يحكي وراح يعبر لك عن مشاعره رغم انه انا اشوف انه انت بداية راح ترفض هذا الشي بس عندك يعني بعد فترة معينة راح تتقبل مشاعر هذا الشخص وراح تتكون ببيناتكم علاقة والعلاقة راح تكون صادقة خلي اقول لكم الابراج قبل ما انهي التوقعات طلع لكم برج الحوت برج الدلو برج الحوت مرة ثانية برج الحوت مرتين برج العقرب وعدنا برج الثور وهنا برج الاسد برج الثور هم طالع سواء طاقتك او طاقة الشريك وبعد ها هي هاي الابراج اللي كانت موجودة الطاقات اللي موجودة هي طاقات ترابية وطاقات مائية ونارية الهوائية قليلة جدا يعني بس طاقة برج الدلو كانت موجودة فهاي الطاقات قلت لكم عليها قلت لكم التوقعات واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله شهر ستة يكون شهر حلو عليكم تتصلح بي كل اوضاعكم وكل اموركم اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات شنو رأيكم بالفيديو التقيكم بالفيديو النصف الثاني من شهر ستة ان شاء الله